إنسان يجد له أن يستعمل حقه لكن بشرط أن لا يؤذي الآخرين وأن لا يتسبب في ضرر للآخرين باستعمال حقه فإن من حق الإنسان أن يقول عنده كهرباء ويقول لمن وصل الكهرباء أعطوني الكهرباء لكن ليس من حقه أن يستعمل هذا الحق بحيث يؤذي الآخرين ودمر البلد ويجعل البلد كلها في ظلام دامس هذا هو ما يسمى التعصف في استعمال الحق وذلك منع الفقهاء ومنع العلماء أن يباع مثلا للزبيب أو للعنب لمن يعصره خمرا ومنع أن يباع السلاح في وقت الفتنة هو من حقه البيئة والشراء من حقه لكنه لما استعمل حقه فيما يضر الآخرين منع منه وذلك لا يجوز لهؤلاء حرام عليهم الذين لا فهم هذا الفعل يجب عن الناس أن يأخذوا على أيديهم ويمنعهم من ذلك لأن هذا من الفساد في الأرض وكذلك الجماعة الذين من مدة سنة تقريبا بعض الكتائب التي ادعات أنها تريد أن تصالح أهل ورشفانة فردت إلى الطريق الساحلي العصابات وأهل الحرابة وقطع الطريق تحت اسم المصالحة ومن ذلك الوقت ليبيا لم تسترح والقتل مستمر وهذا ما يجري الآن هو من بعض ما جنوه علينا بهذه المصالحة الكاذبة فكل ما يقع من ظلم للناس ومن ضرر من هذه المسألة التي وقعت الآن من الظلام أو من غيره فهو في رقابهم أيضا لأن عندما أتوا نهيتهم عن ذلك وقلتهم لا يحق لكم أن تفعلوا هذه المصالحة فأنتم لستم مخونا بذلك وما تفعلونه كل ما يترتب عليه فأوزره عليكم ومع ذلك ركبوا رؤوسا وردوا إلينا عصابات الإجرام في الطريق الساحل وهو لحد الآن لا يزال مقفلا لا يزال مقفول لحد الآن وكذلك كل حكومات المتعاقبة هذه الحكومة ومن قبلها أنهم لم يعملوا ما طلب منهم في فتح الطريق وقد ذكرت مراء لهذه الحكومة ولغيرها أن فتح الطريق الساحل هو من أولويات هذا هو أقل ما يجب على من والله الله شيئا من أمر المسلمين فإذا لم يستطع أن يؤمن الناس حتى في طرقاتهم فلا حق لو في البقاء على كرسيه فكل حكومات التي تعاقبت والطريق الساحل مسكر هم أيضا مسؤولون وما يقع أيضا هو في رقابهم وهذه المسائل كلها يجب أن تأخذ بعين الاعتبار ولا يجوز لنا أن كل ما يأتي شيء نتساهل فيه حتى يتراكم ويصل لما وصلنا إليه والنبي صلى الله عليه وسلم قال لولاة الأمر من الله الله أمرا من استرعى الله رعية ومات يوم يموت وهو غاش لها لم يرى احرى يحت الجنة كورد في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية إلا حرم الله عليه الجنة هؤلاء كلهم مسؤولون وعلى من هم في الكراسي الآن أن يعالجوا هذا الأمر ولكن للأسف هم كأنهم غير موجودين في ليبيا ولا يشعرون بألام الناس ولا بمذلتهم ولم يخرج منهم حتى من يخفف حتى بالمجاملة يعني كلمات تريح الناس وتعطيهم شيء من الاستقرار ومن الطمانينة اشتركوا في القناة